بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة اليوم سنرد على من يدعي أن القرآن محرف الله تعالى يقول إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَةِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ لماذا قال إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَةِ لم يقل القرآن؟ ما لا ألم أن الذكر هو القرآن ولكن لماذا استخدم هنا كلمة الذكر؟ لماذا لم يقل إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْكِتَابِ دققوا معي أيها الأحبة الآية هنا تتحدث عن عملية حفظ أنا اليوم إذا أردت أن أحفظ معلومات أحفظها على فلاشة عبر لابتوب عبر موبايل بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية أحفظها على دفتر على مفكرة أساليب كثيرة كيف حفظ القرآن وكيف وصلنا؟ القرآن أساسا أيها الأحبة حفظ في ذاكرة الصحابة حفظ في صدورهم في ذاكرتهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا ونزل عليه القرآن استمع للقرآن من سيدنا جبريل وخزنه في ذاكرته ثم ألقاه على الناس فتناقلوه من خلال ذاكرتهم وهذا الأمر استمر منذ نزول القرآن حتى يومنا هذا لذلك كمثال واضح على ذلك في المساجد عندما يخطئ الإمام بحرف أو بضمة أو بفتحة تجد أن بعض المصلين على الفور يصححون له لماذا؟ لأن هذا الكتاب محفوظ في الذاكرة من خصائص القرآن القدرة على الحفظ في الذاكرة تستطيع أن تحفظه في ذاكرتك دليل الثاني أن هناك ملايين من الناس اليوم اليوم موجودون منهم أطفال ومنهم كبار يحفظ القرآن حرفا حرفا وكلمة كلمة ولا يخطئ بكلمة واحدة والمسلمون جميعا يحفظون صفحات من القرآن على الأقل أقل المسلم يحفظ ثلاثة أو أربع صفحات من القرآن يعني سورة الفاتحة السور القصيرة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس كل الناس يحفظونها وبالتالي عندما يخطئ الإمام في كلمة أو في حرف تجد الكل ماذا يصححون له لأنه محفوظ في الذاكرة لو كان محفوظ عن طريق الكتب مستحيل أن يقوم أحد بالتصحيح لأحد إذن الأسلوب الذي سيتم من خلاله حفظ القرآن إلى يوم القيامة هو أسلوب الذاكرة لذلك استخدم الله تبارك وتعالى في هذه الآية كلمة الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ليدلك على أن هذا القرآن من خصائصه قدرة الدماغ على حفظه في ذاكرة خاصة واسترجاعه في اللحظة المطلوبة وهنا إعجاز نراه اليوم أمامنا طيب هذه الآية التي شكك بها الملحدون أيها الأحبة بناء هذه الآية طيب كم كلمة وكم حرف دعوني أولا أذهب معكم هنا أنا عملت عرض باوربوينت ودعوني أتأمل معكم أيها الأحبة هذه الكلمات هذه الآية تعهد فيها الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه من التحريف أو التبديل أو الزيادة والنقصان لذلك هذه العجائب التي أودعها الله عجائب رقمية لأننا أمام كلمات وحروف يعني أنا لدي هنا أحبة في الله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ ثمان كلمات إذا عددنا واو العطف إذا لم نعدها سبع كلمات هناك طبعا منهجين في العد أنا هنا استخدمت منهج عد واو العطف ككلمة لأنها تكتب منفصلة عما قبلها وما بعدها هنا أيها الأحبة أنا بدأت رحلتي مع هذه الآية أنني كنت أحس أنها تحوي معجزة عددية فكما أن الله خلق الكون بنظام بديع محكم وفي القوانين الرياضية أيضا كلمات القرآن فيها قوانين الرياضية يعني كل كلمة من كلمات القرآن موجودة بطريقة دقيقة جدا وسنثبت ذلك أيها الأحبة البحث عن تناسق عدد ليس بالأمر السهل ولكن أنا كما أقول دائما إحساسي الدائم بأن عجائب القرآن لا تنقضي هو الذي يدفعني للبحث النبي ماذا قال ولا تنقضي عجائبه صلى الله عليه وسلم طيب قبل أن نبدأ باكتشاف الإعجاز العدد لهذه الآية لدينا كلمة لحافظون لحافظون انظروا إلى الألف هنا أيها الأحبة هذه الألف في القرآن غير موجودة هذه الألف مكتوبة لحافظون ولكن تقرأ لحافظون ويوضع هنا مثل ألف خنجرية الصغيرة هذه وضعت فيما بعد يعني في زمن النبي بين يديه كتبت هذه الكلمة ستة أحرف لا ح في ظ أو إن وون ستة أحرب فقط وليس سبعة طيب لماذا كتبت هكذا مع العالم أن القرآن فيه كثير من الكلمات مكتوبة بالألف لماذا هنا كتبت من دون ألف إذن سنكتشف السر بعد قليل الآن أخي الحبيب انظر معي قلت سنعد واو العطف كلمة وكل كلمة تكتب مستقلة عما قبلها وما بعدها سنعدها كلمة وسنكتشف سلسلة من التناسقات انظر معي أخي الحبيب أنا عندي هنا الآية بدأت بإِنَّا وانتهت بلا لحافظون إِنَّا لحافظون إذن بدأت بإِنَّا وخُتمت لحافظون أول كلمة حروفها ثلاثة وآخر كلمة حروفها ستة أنا هنا سأستخدم طريقة اسمها صف الأرقام يعني لا نجمع فقط نضع الكلمة أو الرقم كما هو ثلاثة وستة ثلاثة وستون هذا العدد أيها الأحبة ماذا يساوي؟ يساوي سبعة في تسعة وهو عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وستين سنة النبي عاش ثلاثة وستين سنة لذلك عمر النبي مخزن في أول وآخر كلمة من آية حفظ القرآن لأن القرآن سيتوقف نزوله عند عمر تلاثة وستين يعني النبي عمره عندما بلغت تلاثة وستين سنة وأظن أنه أتم تلاثة وستين سنة توقف نزول القرآن بموت النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي العدد تلاثة وستين مهم هنا فجعل الله أول كلمة ثلاثة هي إنا ثلاثة أحرف وآخر كلمة ستة أحرف هي لحافظون تصور معي لو أن كلمة لحافظون كتبت بالألف لأصبح العدد تلاثة وسبعين ليس له دلالة لحظت أخي الحبيب دعوني أتابع معكم إذن هناك ارتباط سباعي لأول كلمة وآخر كلمة في هذه الآية الآن دعوني أذهب معكم إلى قاعدة أنا وضعتها أننا نعطي الرقم واحد للكلمة التي تحوي حرف ألف والرقم صفر للكلمة التي ليس فيها ألف لأن أول حرف في هذه الآية هو إنا يعني ألف إنا لماذا بدأت هذه الآية بحرف الألف إنا فالألف هذا له توزع السباعي وثناء دقيق نحن اليوم نعلم النظام السنائي استخدم في التكنولوجيا الرقمية صفر واحد صفر واحد النظام السنائي هذا موجود في القرآن وبكثرة هنا أيها الأحبة أنا سميت هذا النظام السنائي القرآني حيث يعتمد على العددين واحد وصفر فقط طيب قوله تعالى إنا فيها ألف واحدة نحن ليس فيها شيء من حروف الألف تأخذ رقم صفر نزلنا فيها ألف واحدة هنا الذكرى فيها ألف واحدة نضع واحد وليس فيها ألف نضع صفر إنا إذن هنا نتبع النظام السنائي حيث يوجد حرف الألف نعطي الرقم واحد لا يوجد حرف ألف نعطي الرقم صفر إذن هنا وإن له له ليس فيها شيء صفر لحافظوا ليس فيها ألف انتبهوا أيها الأحبة لو كتبت بالألف لكان هنا لدينا واحد ولختل هذا النظام الآن أنا لدي عدد هذا هو مئة ألف وواحد ومئة وواحد يعني واحد صفر واحد واحد صفر واحد هذا العدد مضاعفات السبعة سبحان الله إذن توزع حرف الألف عبر كلمات الآية بنظام يقوم على الرقم سبعة طيب ماذا عن آخر حرف آخر حرف هو حرف النون أيها الأحبة كيف توزع عبر الآية بنفس الطريقة نفس القانون الكلمة التي فيها حرف نون تأخذ الرقم واحد ليس فيها نون تأخذ الرقم صفر إنا فيها نون واحد نحن فيها نون اثنين ولكن قلنا نظام ثنائي صفر واحد الرقم واحد نزلنا فيها نون واحد الذكرى ليس فيها نون صفر وليس فيها صفر إن واحد له ليس فيها نون تأخذ صفر هنا أيها الأحبة لحافظون فيها نون واحد هنا لحافظون هذه النون هذا العدد أيضا الذي نقرأه هنا كل هذا العدد أيها الأحبة هذا العدد يقرأ مليون عشر مليون ومئة ألف ومئة ومئة وإدعش هذا العدد مضاعفات السبعة إذن حرف الألف توزع بنظام يقوم على رقم سبعة وحرف النون توزع بنظام يقوم على رقم سبعة سبحان الله والألف قلنا لأن الآية بدأت بالألف وانتهت بالنون طيب هنا أيها الأحبة نتساءل هل هذه مصادفة أم إحكام إلهي طيب وهنا أحبة في الله عدد أحرف هذه الآية كما رسمت في القرآن 28 حرفا وهذا العدد مضاعفات السبعة يعني الله اختار للآية التي تحدث بها عن حفظ القرآن اختار أن يكون حروفها مجموع الحروف الكل 28 حرفا نفس عدد حروف اللغة العربية لغة القرآن كأن الله يريد أن يقول لك أنا سأحفظ هذا القرآن بحروفه 28 لأن حروف اللغة العربية 28 حرفا وهذا العدد مضاعفات السبعة طيب لنكتب الآية وتحت كل كلمة حروفها إنا ثلاثة أحرف نحن ثلاثة أحرف نون حاء نون نزلنا خمسة أحرف نعود طبعا الحروف حسب المرسوم الذكرى خمسة و واحد هنا إنا ثلاثة له اثنين لحافظهم ستة العدد الناتج أيها الأحبة هذا هو هذا العدد يقرأ طبعا 62 مليون 315 533 أيضا مضاعفات الرقم سبعة يعني إذا قسمت على سبعة يعطيك عدد صحيح من دون باقي من دون فواصل سبحان الله إذن الله نظم عدد حروف كل كلمة بحيث المصفوفة النهائية تتناسب مع الرقم سبعة ليس فقط أول كلمة وآخر كلمة وليس فقط توزع حرف الألف وحرف النون أيضا عدد حروف كل كلمة طيب الآن سنقول آية تتحدث عن حفظ القرآن مجموعة حروف 28 نفس عدد حروف الهجاء في القرآن وهو مضاعفات السبعة ومصفوف حروفها أيضا مضاعفات السبعة طيب هل هذه مصادفة سؤال طيب هنا لدينا حروف مقطعة في القرآن مثل ألف لام ميم ألف لام را عددها 14 حرف أيضا سبعة في اثنان عدد الحروف المقطعة 14 هذه الآية تحوي نصف عدد حروف المقطعة الألف النون الحاء الكاف اللام الكاف الراء الها إذن هذه سبعة حروف نورانية موجودة في هذه الآية طيب العجيب أن توزع هذه الحروف السبعة أيضا يخضع للرقم السبعة هنا دقة مذهلة أيها الأحبة يعني لو أخرجنا من كل كلمة الحروف النورانية التي فيها يعني إنا كلها حروف نورانية ثلاثة نحن ثلاثة نفس الحروف نورانية نزلنا فيها أربع حروف نورانية لأن الزين الزاي ليس حرفا مقطعا أو نورانيا الذكر أربعة كل حروف فيها معدد ذال الواو ليست حروف مقطعة أخذت رقم سفر إنا ثلاثة له اثنين لحافظون فيها اللام والحاء والنون فقط أما الفاء والضه والواو هنا هذه حروف غير مقطعة هذا العدد أحبتي في الله هذا العدد كله كيف يقرأ يقرأ هكذا اثنين وثلاثين مليون وثلاثمئة واربعة واربعمئة وثلاثة وثلاثين أيضا مضاعفات العدد السبعة سبحان الله حتى توزع الحروف النورانية في الآية مضاعفات العدد السبعة طيب الآن في هذه الآية سبع كلمات تحوي على أحرف مقطعة إذن هذه الكلمات واحد اثنين اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة الواو فقط هي التي ليست أما كل كلمات الآية عدل وو تحوي حروف مقطعة طيب سنتبع النظام الثنائي الرقم واحد للكلمة التي تحوي حروف مقطعة الرقم صفر للكلمة التي ليس فيها حروف مقطعة ونكتب معادلة إذن هنا واحد واحد كما نرى أيها الأحبة هذه الكلمات كلها فيها حروف مقطعة كما رأينا ما عدا الواو هنا ليس فيها تأخذ رقم صفر هذا العدد الناتج الذي هو 11.101.111.111 هذا مضاعفات العدد السبع أيضا سبحان الله يعني كيف ما قلبت تجد مضاعفات العدد السبع طيب يعني هنا الكلمات السبع تحوي سبعة أحرف مقطعة وتوزعت هذه الكلمات السبع بنظام يقوم على الرقم سبعة وتوزعت الحروف المقطعة السبع بنظام يقوم على الرقم سبعة وقد جاء عدد حروف الآية من مضاعفات السبعة 28 حرفا ومصفوف هذه الحروف أيضا مضاعفات السبعة يعني كيف ما قلبت والنبي قال أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف الآن أخي الحبيب طبعا هنا أول حرف أيضا يتوزع بنظام يقوم على الرقم سبعة وآخر حرف يتوزع بنظام يقوم على الرقم سبعة فهل جاءت كل هذه الحقائق بالمصادة فأنا أود أن أختم هنا وأقول أخي الحبيب إذا كان هذا النظام الدقيق في آية واحدة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فكيف إذا درسنا القرآن الكريم كاملا والله سنجد عجائب لا تنقضي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العلم كل من يسمعنا ويشاهدنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر